ما تقشف علوهم وتسمروهم وتصرفوهم في قضاء حوائجيكم الشخصية المسؤولين قولوها طبقوا القانون طبقوا القانون منسبة البرلمانيين اللي كياخدوا التعويض ديالهم وما كيحضروش لجلسات البرلمانية طبقوا القانون منسبة المسؤولين اللي ما زالي نقلسين في المنازل الإخوان في هاد الحلقة غاد نصادفو الأستاذ جمال الدين معتوق اللي غادي فضح لنا وزارة التعليم والمؤامرة والوعود الكاذبة ديال حكومة أخنوش فبعد ما خرج عزيز أخنوش البارح في واحد صريح قال باللي أن الأستاذة خصوهم يديرون نية ورجعوا لفصول الدراسية وراء غادي توصلوا بالأوجود ديالهم وغادي تمتعوا كافة الحقوق ديالهم فوجزة ما الأستاذة غادي تقوفها تسيد أو إلا الشعب كامل غادي تقمزل في أخنوش بعد الوعود الكاذبة وبعد كذلك المؤامرات والمخططات الخطيرة ديال هاد الحكومة هادي لأننا غادي نمشي وندربو دويرة في البرلمان وغادي نتعرف على التصريح ديال عبدالله بوانو اللي كيقصف كذلك وزارة التعليم وعزيز أخنوش وكيكشف علم ستور كنقول لك الحلقة دياليومة مهمة بزف لهذا تبع معايا الفيديو مزيان وما تفلت فيه ولو تانية ولكن تديد الفساد هادي قاناة الشعب اللي كتفضح المخططات والفساد ديالهم اشترك فيها وضي اللايك لهذا الفيديو باش ميت تحدفش من طرف الدوبة بالإلكتروني وآجي كمل معايا هاد الفيديو يعني شرحت عن اليوم إلا بغيت نعود نرجع لهذا الموضوع ماشي باش ندروا شو القتطاع قانوني ولا ماشي قانوني غي جوابا على ما قاله السيد الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة عجبني بواحد الجملة يليت له كانتطبق بالإطلاق احنا ما كانتخرقوش القانون احنا الحكومة ما تنخرقوش القانون احنا كانتطبقو القانون والاقتطاع قانوني وهذا القانون خسنا نقطعوه نطبقوه السيد الناطق الرسمي باسم الحكومة إليك ما كانتطبقو القانون علش بغيتوا تطبقوه هذا القانون العوج بعدها يخرجوا بعدها يردوا لنا يقولوا نحنا جاهليين القانون احنا ما فاهمينش القانون وقرأتنا ضعيفة العلم دينا في القانون ضعيف ودك شير يقولنا ما عندوش تشي أساس قانوني وبتريق تطاع قانوني وهو علش يقولنا علش يشرحوا لنا بغيت نتعلم إنسان را ما حدوحي وتتعلم احنا كانت علمو يورينا علش هاد القتطاع قانوني وغاديمش يغيف هاد الاتجاه ديالو اللي تيقول هو أن القتطاع قانوني وخاصة إنها الجملة الحكومة ما تخرقش القانون يلا هلا هلا الحكومة طبقنا القانون بسبب سيارات الخدمة ديال الدولة اللي فيها المغرب الحمراء قولوا ما تقوش تتعملوا هالاستعمال الشخصي والمقارب الشخصية ولقضاء حوائج المسؤولين الشخصية وطبقوا القانون ما تخضروش قولوا البونت ديال البنزين ما تقوش تفعلوهم وتسمع وتصرفوهم وتصرفوهم في قضاء حوائجيكم الشخصية المسؤولين قولوها طبقوا القانون طبقوا القانون بسبب البرلمانيين لكي ياخدوا التعويض ديالهم وما كيحضروش للجلسات البرلمانية طبقوا القانون بنسبب المسؤولين اللي ما زالين قلسين في المنازل ديال الخدمة ديال الوظيفة اللي كانوا فيها وما زالي حد الآن قلسين فيها وما في التقاعد ما قدرتوش تطبقوا القانون فيها طبقوا القانون أنتو مالحكومة ما كتخرقوش القانون طبقوا القانون على الناس انتم ليصون درائب. ما تطبقوش القانون لمسؤولين مالخص و اخر accident ضرائب الانوان منتظم على نفسهم. ما تضعوا يلاكوس خلوط وما كدعتهم اشتعوذة ديالهم كمسؤولين على قطاعات طبقوا القانون على النفقة والاحكام اللي ما زال ما تنفذاش والتأمين اللي ما زال ما تنفذاش عليهم كثير من الاحكام واللي هي نهائية طبقوا فيهم القانون قانون غيف الاساتيدة المضربين باش تعرفوا صاحبكم احنا كتفرحنا شي ديال الاضراب كيف فرحنا نتلمي ديك بقضايا ولكن يا حكومة راكم جمعتوا بزاف ديال الحواية جمعتوا راها تشعلش الناس نتضامنين مع هاد الاساتيدة اللي ديرين الاضراب حيت جمعتوا بزاف حيت عندكم بزاف ديال هفاوات ماشي هفاوحدة وكنقول لكم تواصلوني كتتواصلوا كتزفلوها كتديروا اخطاء فادحة في التواصل ديالكم احنا حكومة ما يمكن لناش نخرق القانون خرقوا القانون بالنسبة للتدابير التعديبية اللي مخودة في حق المسؤولين خرقوا القانون بالنسبة الموظفين اللي تم العزل ديالهم في مجموعة من القطاعات وعندهم حق من نهاية المحكامة بيرجاء الحال الى ما كان عليه عندناك الموظفين يرجعوا لمناصب الشغل ديالهم وما كتردوهمش وتضربونا عرض بعرض الحائط الاحكام النهائية المنطقة باسم جلالة الملك رامني سنكونوا كنتبقوا القانون ولا ما كنتبقوش القانون جزئيا وكنتبقوا القانون فاش بغينا وفاللي خرجنا لا القاعدة القانونية قاعدة موضوعية قاعدة لا تفرق بين الأشخاص لا تشخصن القاعدة القانونية والقاعدة القانونية عامة تطبق على الجميع والمواطنين سواسية والمتقاضين سواسية أمام القضاء بما فيهم الدولة إن كانت طرفا في الدعواء المتقاضي هو طرف بحل طرف المواطن العادي طبقوا فيها القانون إيما تجي وتتكلم وتقول نحن نطبق هاتشي لا تفترضنا أن هناك قانون أولا يعطينا القانون أعطينا الفتوى ديالك أعطينا الفتوى ديال المستشارين ديالك أعطينا الفتوى ديال فوقهاء ديالكم في القانون يقولوا لنا أشنو تيقول القانون في الإضراب أشنو تيقول القانون في القططع الناس المضربين واش نقطع لهم لما نقطع لهمش لما مش لأنه تم القططع سابقا فهو قانوني لا ما بلي شي احنا الحكومة ما تنخلقش القانون احنا تنطبق القانون تطبق لي القانون فهذا شي هذا اللي سمقوله تطبق القانون تفعيل القانون الخمسة وخمسة وخمسة وتسعتاش دي تبسيط المساطين الإدارية لماذا تنظر الناس ك zulي crappy ت探ه والوثائق اللي القانون Tاعفي من المصادقة على الوثائق في المرافق العمومية تطبقوا القانون في الناس لخصوم شواهدي تسكنا تطبقوا القانون في الناس لخصوم تعميم حماية Deutscheagar اللي اليوم رام ما عارف راسو التحيط ولم عنده الرامين والسي تيموت تطبقوا القانون في تنزيل الصحيح ليس عميم غيطية الحمير الجماعية طبقوا القانون بحذافره بالنسبة للقانون اللي كينضم السجل الوطني للسكان والسجل الجماعي المؤحد اللي ما كيتطبقش فيه القانون اللي تقولوا للناس جيبوا واحدة أخرين باش المؤشر ديالكم ينزل هذا قانون أره دوما القوانين لما نذكرك أنا شنوية الخصائز للقاعدة القانونية هنا نشوف كتطبق القانون ببعض طريقة وعلى هاد الناس كلهم وعلى كل شي وديك ساعات نقبله يكونوا بعد الاستثناءات سهو من الإدارة اللي مجرد ما كان ذكروها تتنوا تطبق القانون مقبولة ديك ساعات أنا تطبقوا 70% 75% 8% القانون 95% وإن كان هناك سهوان فلا بأس ممكننا نتدركوا لكنتم ما ما كتطبقوش للقانون فالحالة كلهم اللي تكلمت عليها ويجي تقول لهم الاقتطاع الحكومات يخصد تطبق القانون لا خصوية دي إنسان يكون يكون سوي في الكلام دياله يكون سوي وفي جميع المواقف موقف واحد أي موقف موقف القانون القانون يسمو ولا يسمع عليه القانون يعلو ولا يعلو عليه إن كان القانون يقصدوا به الحق يعني صاحب الحق ياخد الحق دياله على ذكر القانون دكتور اللي كيتكلم لرئيس الحكومة واشتناش واحد وثمانين اللي كيتعلق بالاقتطاع من أجور ورواتب الموظفين وأعوان الجماعات إلى غير ذلك لا 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 أذكرش القانون لا أنا فقط أتسأل لأنه والقانون اللي لقيت فيه الاقتطاعات راه هدرنا عليه وللقنا فيها كلمة الاقتطاع من الأجور راه 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 مسألة ترشيد الفكر مسألة ترشيد تحليل يجب أن يكون هناك ما أعرف حول في الرؤية حول في البوصلة يتكلمون لغات كثيرة جدا ويذهبون في اتجاهات كثيرة جدا ويظنون أنهم على الصواب أليس هناك رجل رشيد يقول لهم ها هل حق فين كاين وهل بطل فين كاين ويخرجوا يعترفوا بالاخطاء ديالهم لأنه ليس العيب في أن يخطأ الإنسان ولكن العيب في أن يتمادى في خطأه والاعتراف بالخطأ هو فضيلة وقوة وثقة وإيمان بالحق إنسان تقولك لا متأتي قراثهم وعندما ما زال كان عايز ما زال كان عايز شوية الوقت ما زال أنا دائما كان نفتارد حسنية دائما تقول للحكومة راها حاني راسا ما كاتهدرش ما كتقولش حيث عارف راسا شكا تدير وكتقولكم أنتو ما غيهدرو أنتو ما غيهدرو أنتو ما غيهدرو أنتو ما غيهدرو إحنا إحنا خدامين والنتيجة في النهاية غادي تشوفوها ديالنا أنا ما زال كان عايز إنو صروا لنصف نشف الولاية باش إلا كانت نشف الولاية المنطقة كيف تقول الالتزامات اللي تهزموا بها خصنا نحققها خمسين في المئة من الالتزامات ديال الحملة الانتخابية مليون منصب شغل خصتكون عنا اليوم خمسمائة ألف منصب شغل تخلقات ما شيء أورا شو فورصة من اللي نتكلم على ألفين وخمسمائة درهم اللي غادي تضاف لكل أسرة خصني نشوف نص ديالها في نهاية في نصف الولاية أنا كان عايز نصف الولاية ملي يقول لك أساسين غايعطيهم ألفين وخمسمائة درهم ألفين وخمسمائة درهم باش غادي نرفعوا الأزر ديالهم خصنا نوصلوا الالتزام ديالهم ولقاوا بإنهم نفدوا حيز قالك هذاك في الأول ما يمكنش يكون عنا حاول في الرؤية ميمنش يكون عنا Mike الزواجية في الأسلوب الزواجية في الآتزامات الزواجية في الكلام الزواجية في الأفكار الزواجية في التنفيذ هناك Xiang الزواجية هنالل مشاعرات ديال الحملة الانتخابية وهي نفس공 والكلام اللي يتمكنوا احزاب الأغربية مجمحين وملك يكونوا جمعين بعضياتهم نفس الكلام يقال ولكن متوكن يتكلموا مع الشعب مينو لا تكمنوا مع الشم ما يتكمنوا مع الش 앞 فيما يتكلموا كلام اخر الواقع ايضا كيتبت بان كان اشياء اخرى مختلف اختلافا ثماء تام على ما وعدونا به لكن قلو شك يدير باك قلو نفار قلو الحمد لله لا رمضان تقادق مبقى لنا شي تعرفوا رمضان ميكان دوزو العشر يام اللولة طيقة كي بدأ يجي لكي تقادق الولاية ما بقى لها شي الى اعطان الله صبر ونصروا تنتهي الولاية ولكن احنا كنتستافدوا و احنا كنتعلموا والمواطن والله العظيم من المواطن استافد من هذه الولاية مزيان وره دائما وتانا نقول الظروف اللي جات في هذه الحكومة ظروف صعبة ولم يصبح لحكومة قبل هذه الحكومة ان عاشت نفس الصعوبة ونفس الظروف لا على المساوى الوطني ولا على المساوى الدولي ابدا ولكن اذا بعد ما تعرفنا على تصريح ديال الدكتور جمال الدين معتوق دابا غادي نمشيو التصريح ديال عبدالله بوانو لكيف جلنا معطاية صادمة فوس البرلمان نخليكم مع التصريح دياله سيد رئيس الحكومة مع الأسف لديه مشكلة مع قوانين المالية في الفين واثنين وعشرين جاء من بعض سيدة الوزيرة هي قدمته قدمته في إطار سياسة العامة سياسة العامة سيدة رئيس الحكومة وعلى ذلك رئيس الحكومة هناك ارتباء في تدبير الحكومة وعندما يكون فقط جوجة الملفات هذا الشيء الذي يقع في المحامون هذا المباراة في المحامون والناس التي تحتاجها وحقها تحتاجها فعود لهم نعاودوا المباراة لكي نسكتوا هذين يحتاجوا نفس الأمر يقع اليوم مع الأساسدة الأساسدة سيد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ومضى معه وجل المرسوم أين جاء؟ جل رئيس الحكومة جل الحكومة ولكن مع الأسف عماين بعد رئيس الحكومة لقاءتاني مع النقابات نفس النقابات بحضر نفس الوزير هذا الوزير يقول لي لا أريد أن يكون في هذه الورطة والله العظيم لما نقول حماية لما يوجده وإلا ما لديه فيما يتعلق بقانون المالية أولاً بين تحديات الأولويات أولاً الأسرة وأكد عليها جلالة الملك في البناء المجتمعي جلالة الملك قال لا أحل حراماً ولا أحرم حلالاً والذي عندنا الآن ضمن الوحيدة لأن هذه اللجنة لا يوجد أي مشكلة مع الرئيس الأول في السلطة القضائية مع الرئيس الأول في النيابة العامة ولا على السلطة القضائية الرئيس المنتدر ولكن الوزير قال لي بغى حول الأسرة اليوم كيف أريد أن أذهب ونقدم له عنده سابقة في الموضوع فلذلك نحن لدينا جلالة الملك وهو الذي ضمناه ولذلك ما يتعلق بالدعم المباشر؟ دعم المباشر بدأ في 2014 وقد عرفوا جميعاً جيداً بدأنا أولاً نعترف لهذه المؤسسة بدأنا مع المطلقات في 2010 بموقف إيجابي من الفريق الاستقلالي الذي كان في الحكومة ومتنع عن التصويت وداز لذلك اليوم المطلقات ينعموا به الأراميل 23 شتنبل 2015 وهذا كله جيداً بدأنا نكمله لكن أنا سأتير المواضيع التالية أولاً فيما يتعلق بالحقوق المكتسبة الحقوق المكتسبة عند عدد من الفئة سيصير كنقشة 140 درهم رفعتها 200 درهم لا يوجد مشكلة المطلقات 350 رفعتها 400 لا يوجد مشكلة ولكن يجب أن تحافظ عليها المطلقات محافظة عليهم هذا طالبة طالبة لحد الساعة سيد وزير البرح يعني يقول كلام أنه سيجعله أريسي جديد خاص بهم باقي لا يوجد طالبة أي شيء إصلاح مدخل الكرام أين هو مدخل الكرامة لا علاقة له بخطاب جديد الملك ومدعم مباشر لأنه رئيس حكومة جل هنا وقال ألف درهم للشيوخ أكثر من 65 عام ألف درهم سيبدأ في 2020 أين هي؟ لا يوجد إصلاح المقاصة نحن معاه للسكر للدقيق الذي يجب أن تبدأ بهم وغاس البطن يجب أن يدار بالتدرجة اللازمة كانت ترحى السؤال دائمه وكانت ترحى هذه القضية للسجل الاجتماعي الموحدة هذا يعني أن يذهبون لهم يقولون لهم أن الأسرة من فردين واحد لم يقبلونها ماذا؟ هذا غير مقبول التدخم والقدرة الشرائية المراسيم جزء المراسيم لا في ماي ولا في يونيو القيمة لهم 13.3 مليار درهم لا نعكس على القدرة الشرائية بل بالعكس الأصب يخرج يقول أنه لأول مرة يسجل منذ 2008 ناقص 52% بالنسبة للأسر المغربية لذلك هذا مشكل كبير فيما يتعلق بالتشغيل فينا هو مليون قالوا هالإخوان كاملين ولكن دعنا من ذلك هذه السنة فقدنا 296 ألف منصب شغل زائد 24 ديال العام فيتو ما سوف أعطيه البيطالة ارتفعت إلى 13.5 زائد 248 ألف هذا كل مشكل حقيقي فيما يتعلق بالمديونية أنا أقول لها ونعودها كان كل شيء يقول الحكومة السابقة كثيرها المغرب والسياد المريك وفي سنوان زائد 125 مليار ديال الدرهم مع التموينات المبتاكرة التي تهيئ استثمار تهيئة اقتراض يعني غير معلن فلذلك هذا مشكل حقيقي فيما يتعلق بالطبقة المتوسطة دعونا نقول سيد الوزير سيد الوزيراء سيد الوزراء سيد الوزراء شوف الحوار الدارف ألفين اثنين وعشرين فيه جوج الحوايج في يناير قال بأنه سيدخل 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 حماية القدرة الشريعة والطبقة المتوسطة دعونا نفتح قوس بعدها هذه القانون المالية مزياد لا يوجد شيء مشكل جاك يعتني بالأغنية المتوسطة ما قاسها لذلك الضربة على الدخل طيب قال الاتفاق لديكم مع النقابات سيجف قانون المالية الثلاثين وثلاثة وعشرين ما جاج لا العام فيت ولا هذا العام الأساسي 2500 درهم ما رسمهم المعلمين سيد رئيس الحكومة وقال ما البداية ستبدأ إصلاحات الهيكلية أين نحن من التقاعد أين نحن من التشغيل فيما يتعلقوا بالإضراب مدونة الشغل والنقابات إلى غير ذلك أولا نشيد بالحوار الذي دره سيد رئيس سيد الوزير مع الأغلبية مزيان هذا النقاش مهم جدا ونسجيله وخام الأغلبية أرادت أن تسطع عليه لا يمكن لا تضرب على القيمة المضافة ولا فيما يتعلق موضع أخرى الذي نسجله تجاوب بحكومة معها نحن أثرنا الدستورية للإعفاء الطفية أثرنا حماية الصناعة الوطنية حماية الطبقة المتوسطة إنقاذ المستشفى العمومي دعم الصحة العمومية كل هذا من أجل الهدف هو الطبقة المتوسطة ستكون حاضرة في قانون المالية 2024 لكن للأسف الشديد هذا كان غايب على الحكومة ولذلك سنصوت ضد هذا مشروع قانون المالية 2024 شكرا موسيقى إذن الإخوان هاتشهادة لك أنفاد الفيديو هاتشهادة لك أنفاد الحلقة ما تنسوش اللايكات وما تنسوش أيضا تابعونا في القناة إذا كنتوا أول مرة تشوفوها إلى فيديو مقبل وإلى حلقة مقبلة والسلام عليكم